البطلات كانوا بيقطعوا بعض في الكواليس يا ترى اي حكاية المسلسل اللي الغيرة بين بطلاته كانت قايدة ورا الكاميرا وليه المصقفين طلبوا بمنعوا واعتبروا ضد المرأة وليه عابلة كامل ومعالي زايد ونادا باسيوني رفضوا يشتغلوا فيه وليه جالهم اوامر بتغيير النهاية قبل نهاية شهر رمضان بخمس تيام بس لو عايز تعرف شوف الحلقة دي من بروب الترابير في سنة 2001 اتعرض مسلسل عائلة الحج متولي واللي حقق نجاح كبير وقتها ومع النجاح ده كان فيه هوجة انتقادات توجهت للمسلسل ووصلت ان البعض طالب بمنع عرضه لانه شايف ان المسلسل بينشر فكرة التعدد في الجواب ومن غير شك ان مسلسل عائلة الحج متولي حقق نجاح كبير وقت عرضه وكان مليان بالكواليس والدفاصيل وخليني اقولك ان اغلب الفنانات اللي شاركوا في العمل ما كانوش هم الترشحات الاولى للمسلسل طبعا كلنا فاكرين مسلسل عائلة الحج متولي بس خليني افكرك ان احداثه كانت بتدور عن شخصية الحج متولي سعيد الراجل اللي بيبدأ حياته من الصف واللي كان بيشتغل عند تاجر قماش وبعد وفاته بيتجوز متولي من ارمالته ويخلف منها ابنه سعيد وبعد ما بتتوفى الزوجة بيورس متولي وبيبدأ رحلته في عالم تجارة الاقمشة وبيبدأ يتجوز واحدة وراء الثانية وراء الثالثة وراء الرابعة والمسلسل طبعا كان من بطولة نور الشريف ومجدة زاكي وصومية الخشاب وغادة عبد الرازق واللي كان المسلسل ده وش استعد عليهم وبداية نجميتهم كمان شارك في المسلسل مصطفى شعبان ورانيا يوسف ونرهان وفادية عبدالغاني ومونيا والمسلسل كان من تأليف مصطفى محرم ومن اخراج محمد النؤج المسلسل اترشح ليه ناس لكن اللي عملوه ناس تانية خالص في الاول اترشح للمسلسل الفنان محمود عبدالعزيز بس بعد كده العمل كان من نصيف نور الشريف ويمكن كتير منكم ما يعرفش ان ادوار الفنانات اللي قاموا بادوار الزوجات معظمهم ما كانوش المرشحين الاوائل للعمل وخلينا اقولك ان الدور اللي عملته الفنانة مجدة زاكي اتعرض في الاول على العبلة كامل اللي اعتذرت لانشغلها بتصوير عمل تاني واستقروا في الاخر على الفنانة مجدة زاكي اما دور الزوجة التانية نعمة طالة فكانت مرشحة للفنانة معالي زايد وهي كمان اعتذرت لما طلبت شوي التعديلات في الدور ورفض المؤلف يعمل ده علشان تروح الشخصية للفنانة غدا عبدالعزيز اما دور مديحة اللي عملته سمية الخشاب فده تعرض على العدد كبير من الفنانات وقتها زي بوسينا رشوان ونادى بسيون وبرضو اعتذر عن المسلسل عشان يبقى من نصيب سمية الخشاب اما دور سعيد اللي عمله الفنان مصطفى شعبان فده كان مترشح ليه محمد نجات ونروح بقى للعلاقة بين الفنانات اللي قامت بدور الزوجات اللي شكلها كانت متوترة شوية وده اللي قالت ورانيا يوسف في برنامج شيخ الحارة وصرحت ان الموضوع كان شبه خناقات المراكة بين البنات صحيح ما كانش فيه مشاكل واضحة بس كان فيه شوية تغييرات وكل واحدة كانت عايزة تطلع احلم التانية وبتشوف دي لبسة ايه ودي عملت ايه تحس تمثيل ان هم دراير كان مؤثر عليهم جامل المهم زي ما قلنا ان مسلسل عائلة الحج متولي تم الاحتفاء بيه بشكل كبير خاصة مع النجاح الكبير اللي حققه لدرجة ان الرئيس اللبناني في الوقت ده استضاب ابطاله في بيته في بيروت لما راحوا يصوروا حلقة في برنامج هناك بس ده ما مناعش ان كمان كان فيه ناس وخصوصا من الطبقة المثقفة كانت رافضة المسلسل وبالطالب بمنعه بسبب انهم شايفوا ان المسلسل بيدعو للتعدد في الجواز بشكل غير سري وقبل نهاية شهر رمضان بخمس ايام بس صناع المسلسل الفجأ بانهم بيتطلب منهم تغيير النهاية وان المتولي يظهروا كأنه بيحلم طول الاحداث وده اللي هيقوله لنا مخرج المسلسل بنفسه اول مرة جوال العربية جميعها متوحد على عمل فني واحد وهو عائلة الهدد وبالنسبة لكواليسه كانت لنا معلومة كده قبل رمضان بي يخلص بخمس ايام ان احنا عايزين يعني ايه غيروا النهاية خلوه انه هو بيحلم على طول فطبعا عشان نغير نقول انه هو بيحلم على طول ده وابد نتحك عن نفس طول الحلقات يوم فعملنا مشهد صورنا مشهد زيادة ونزلناه في الحلقة الأخيرة انه هو الراجل بيقول لبنه انه ما تأملش زي لانه ما ينفحش تعمل زي لان الظروف تبقتي مختلفة ولازم تتبه لي ويتم مش على كلام النص النصايح العامة كانت المفاجأة ان احنا بعد ما خلصنا كان فيهم 28 رمضان 30 رمضان كده في التلفزيون الالماني عمل معانا حديث مع كل الابطال العمل بيما فيهم طبعا القدير الراحل نورش القدير الراحل مصطفى لان الناس دي فعلا مش هيجي زيهم تاني وبكده خلصت حكاياتنا النهاردة عن عائلة متولي سعيد بس لسه عندنا حكايات كتيرة عن عائلات تانية ومسلسلات تانية يا طرى الحلقة الجاية هتكون عن ايه؟ لو عايز تعرف تابعونا في بروب الترابين